هاي كيف كون؟ ما نتكون خير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحوت راح حاول أحكام العواطف وما يخبئه لك هذا الشهر وكما عاودت كونه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطارع وفي احتمالية أن تكون القراءة عكسية كل ما كان في شخص آخر بالقراءة كل ما كانت البصيبوليتي واحتمالية أن تكون القراءة عكسية وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي تفعلوا زر الجرس اللي بالقناة الناس اللي بدأت التواصل معي بقراءة خاصة تبعتلي على الإيميل موجود بصندوق الوصف وشكرا لعلكم وفي جديد راح أعملو عن قريب إن شاء الله راح تكون راح أعمل أبليكيشن على الهواتف في قراءات راح تكون فيها قراءات لا تتروت فيكن أنتو تختاروا القراءات الخاصة لتبعكا برج الحوت بداية يا برج الحوت عم شوفك كأنو عم تتمنى شيء بشدة وبتريده بشدة ممكن واخد وقت لحى لك يا برج الحوت عم تفكر بدك نصر خاصة هذا الذي أراه بهذه القراءة بدك أنو تنتصر على شخص كأنو كان حبيبك كنت بتحبه وكنت بتعزه يا برج الحوت كنت بتحطه بمقامي كتير عالي بس هذا الإنسان مات بقلبك أو في غدر حسيت بالغدر يا برج الحوت أنا لا هيك عم شوفك عم تدعو وبدك نصر بدك فتح يكون هيك في عدل كمان عم شوفك يا أوطاقة الحبيب عم شوف الحبيب مبتعد عنك كليان عم يهتم لكتير أشياء بالحياة ممكن يهتم لك موضوع العمل عم شوف هذا الشريك همه الوحيد بهذا الوقت هو العمل ممكن أنا عم شوفك خاصة انطاقتك انت يا برج الحوت عم يطلع لي في بعض في ابتعاد عن الحبيب وعم يظهر لي انه يعني في أشياء أو مخلفات انت حاملة بقلبك يا برج الحوت عم شوف كذلك الحبيب مبتعد عنك وعم يهتم لموضوع العمل عم يهتم لكتير من الأشياء وممكن يعني هو يتمنى ان يتحقق له أشياء كتير عديدة بالحقيقة هو بيشتغل عليها حاليا مهتم أكتر للعمل عم شوف كذلك حتى مشاعرك نحو هذا الشخص برغم من انك يعني تنوي انه انه تدور الوقت أو تدور الأيام ويرجع لك هذا الشخص ويتمنىك ويترجعك عم نحسك يا برج الحوت كتير حاسس بخسارة بس عم شوفك بدك انت هذا الإنسان يعني يطلب السماح منك هذا يعني نيتك انت يا برج الحوت انه يطلبوا السماح منك يترجعك كتير في أشياء من هذا القبيل بيطلع لي يا برج الحوت عم هو انا عم شوفه عم يتذكرك هذا الإنسان عم يتذكرك برغم في انه بعض يعني ما ما نساك هذا الإنسان عم يفكر فيك الليلة هذا الإنسان عم يتذكر اللحظات الجميلة اللي كنتوا انتوا مع بعض هذا الشخص ما قادر ينساك أبدا عم شوف كذلك ممكن العشياء اللي ما حبيتها فيه ممكن هذا الشخص كان من برج الأسد هذا الإنسان كان شخصية قوية شخصية مستبدة أوقات عم يفرد شخصية كتير عالية عليك وعم يتعصب عليك أوقات عم يكون دكتاتوري معك ممكن هذا سباب الخصام بيناتكن ما عم تتفقه بالقراء أو عصبيته ما عم تخليك أنه تكون معه بنوع من الاتفاق كذلك عم يتلع لي على أنه هذا الإنسان شكك جدا عنده طاقة الشك والمراقبة والغيرة والتحكم فيك لهيك انت متحملت أبدا هذه الشخصية بس بتحبه يا برج الحوت انت بتحبه لهذا الإنسان عم شوف الطاقات اللي بيطلع عندي برج الثور في برج الدلوة سرطان الأسد هيكل شيء بس يعني في طاقات طاقات ترابية نارية هوائية وحتى مائية في كل الطاقات بهذه القراءة عم يتلع عندي كذلك أنه انت بتحبه على شخص متجدد شخص هيك يعني مرح فرح بيحب الحياة بيحسسك انه انت شخص جميل انه شخص ساحر بيحسسك بأنستك اذا انت مرأة اذا انت رجل يعني اذا انت رجل عم شوفك هذه السيدة عم تحسك على انه انت ملك على انه انت عندك قدرات كتير عالية عم شوف انه هاته شخص اوكي عنده هذا القطة يعني هذا الجانب المستبد وعنده كذلك انه مرح كذلك ما بيحب فيك يعني انه شخص حالم جدا بيحسك انه منك شخص واقعي بيحسك انه منك شخص بتشتغل بتفهم يعني بتعاده واهتمامه بالشغل بتحس كل الحياة كلية حب وكلية رومانسية بيحسك منك واقعي بيلومك على انه انت منك واقعي بده تكون شوي واقعي وتكون انسان بتشوف جميع الجهات ما تكون متعلق بس بصورة نمطية عادية وكام عمشوفه كذلك بيحب فيك انه 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 غيور انه اوقات يعني بتجاكره اذا غررت وبتعمله هيك افلام طبع الحب وليش حكيت مع هذه المرأة وليش عمت يعني تتصل بهذه المرأة وليش تطلعت فيك هذه المرأة هذا للنساء اعمل الرجال ذات الشي كمين يعني بيحب فيك على انه انت شخص غيور هيك بيحس حاله انه ما مهتم فيه بزيادة اما بما يتعلق بالنواية نيتك نحو هذا الانسان ما عمشوف نيتك يا برج الحوت صافي اتجاه هذا الانسان عمشوفك يا برج الحوت تحمل شيء من الغصة بقلبك يا برج الحوت حاسس حالك انه دمارك هذا الانسان كان متركك وراح لا يهتم باشياء اخرى ما حاسس ابدا براحة ممكن انت بلشت تفكر انه يعني تكون بعلاقة اخرى بلشت تفكر انه تخونه ممكن هذا كدلك حتى هذه الخيانة اللي بتطلع عندي ممكن تكون القراءة عكسية ممكن الشريك هو اللي بيخون اما يعني بهذه القراءة فانا عمشوف في خيانة وفي انتقام بدك انه تنتقم من هذا الشريك كذلك عمشوف يعني نيته هو او نوايه عمشوف انه بده يرجع هذه العلاقة اذا ما كانت انا عمشوف يعني بهذه القراءة ما عمشوف هذه العلاقة انتهيت ابدا عمشوف في رجعة في عودة لتصفيت امور كتير كانت عالقة بالسابق راح يكون في عودة في عودة ان شاء الله بس يعني مستقبل العلاقة هذا ورق مستقبل العلاقة عمشوفكم عم تبعتوا رسائل لبعض عم تحكوا مع بعض عمشوف في اتخاذ قرارات اتخاذ قرارات حاسمة بيناتكن يا اما تنهوا العلاقة يا اما تخلوها مع بعض للبعض عمشوفن في رجعة وفي فرحة بيناتكن والبعض منكن عمشوف في قطيعة نهائية يعني هذ هي الرجعة اللي راح تكون يتسول مشاكلكم مع بعض يتنوها يعني بصفة نهائية اما للناس يعني العزاب لحاول احكى عنهم بما يتعلق بالعزاب لبرج الحوت عمشوفون حاليا يعني ما في شخص جديد بحيطن بس في كتير اشياء عم يهتموا فيها بالوقت الراهن لكن يهتموا بموضوع الدراسة بيهتموا لمواضيع اخرى بس بهذا الوقت ما عمشوف في دخول شخص جديد بحيطن يا برج الحوت كذلك عمشوف انه النصيحة انه تهتموا اكتر للعمال تهتموا اكتر لكتير اشياء بالحيات لان الوقت او هذا الشهر من شهر ما عمشوف فيه شخص او قدوم شخص بحياتكن راح حاول اخذ مصايح لالكن يا برج الحوت همشوف فيه احتفلات فيه فرحة همشهر اكي. عمشوف انا اه للبعض من اه يعني بلش الحوت رح تكون في ولادة جديدة. اه ممكن ولادة الطفال. اه حتى ممكن هذا هو سبب الفرحة والاحتفال اللي بحية برج الحوت. كمان عمشوف اهتمام اكتر بالاطفال اهتمام اكتر بالنفس. اه عمشوف انه اه هيدا وعد انه قضيتك بالحيات او اه شو اللي حاصل بحياتك رح ينعدل ورح تكون العدالة. كمان عمشوف انه اه كل ما غيرت نظرتك للحيات وصرت ترى الحيات بمنظار اخر. غيرت فكرتك كذلك بالحيات رح يتغير العالم اه اه اتجاهك او نحوك. يعني هادي دعوي لالك انه تغير فكرك اذا كان هذا الشخص لا يصلح لالك. او كنت انت او كنت بموقف. اه يتطالب منك انه تغير موقفك بالحيات او انتظرتك للحيات. فهدا يعني هذا الوقت المهم انه تغير نظرتك. عمشوف انه وعد انه رح تكون الامور لصالحك. عمشوف احتفالات. يعني في قراءة جيدة جدا بالنسبة لبرج الحوت. اه اتمنى لكم كل الخير والمسرات. اتمنى لكم.